الحرارة داخل المنازل هي العنوان الأبرز دلوقتي المسببات بتاعتها من بيوت المصريين عاملة إزاي؟ إحنا عايزين نقول إيه؟ إن أهم حاجة بالنسبة للإنسان لو بنكلم عن الإحتاجات الأساسية المأكل والمسكن يعني أول حاجة المأكل عشان يعيش وبعدين المسكن طبعا أهم حاجة في المسكن إيه؟ إن يكون موجود في مكان مريح بالنسبة له إحنا عندنا في العلوم وفي الدرسات وفي الحاجات كلها إن في حاجة اسمها الحيز المريح للحرارة إن في درجات حرارة معاناة لما يعيش فيها الإنسان ينتج أفضل يعيش أفضل يركز أفضل يبقى مرتاح ينزل يروح الشغل بتاعه وهو كويس ما فيش شك إن إحنا عندنا حاليا شكوة كبيرة قوي وخصوصا في الأدوار العلوية إن الناس بتشتكي من درجات الحرارة عالية جدا وبيرجوع الأمر كله للتغيرات المناخية التغيرات المناخية حقيقة موجودة ولكن مش هي المسبب الرئيس لإحساسهم بالحرارة العالية دي السبب لإحساسهم بالحرارة العالية إن إحنا انصقنا أو مشينا وراء أنظمة بناء غير الأنظمة القديمة بتاعتنا اللي هي كانت موجودة على ألاف السنين تطورت وتركمت الخبرات فيها لغاية ما بقى فيه طريقة للبنى بتحمل إنسان من الحرارة الخارجية بقينا نستعمل مواد جديدة مش مدروسة حراريا بقينا وإحنا بنبني الأخصة لو بنبني مخالف ما بنعزلش كويس فيه حتة في الوعي إنه مش عارف هيعزل إزاي السطح بتاعه فيه مواد زمان كانت بتستعمل محلية اختفت دلوقتي والناس ما بقواش يستعملوها وبقوا يستعملوا مواد أخرى للعزل مش متفهبين لها لا زي إيه مثل من قصير حدي أمثلة صغيرة إحنا النهاردة أحد مشاكل أزمات الكهربا كم التكييفات الجبارة اللي دخل جوا البيوت ولو إحنا عايزين نفهم استهلاك الكهربا عامل إزاي جوا أي شقة سكنية لو فيها تكييف هو قد الإضاءة اللي في البيت كله طيب هو بيستعمل التكييف ليه مش عشان يستريح لأنه هو كان عايز جوا بيت بقت حرارته عالية جدا لو أنا منعت الحرارة العالية دي أنا ممكن أتخلى على التكييف خالص زي بيوت أهالينا كلها القديمة السقف العالي وتفتح من اليمين للشمال وملأة في الهواء والبلكونات الكبيرة والزرع اللي في البلكونات كل ده انت عارف حضاك الكولمن أو الترموس اللي بنحط فيه الأكل السائع أو الأكل السخر هو ده ما فوش هيتر جوا ما فوش حاجة بتسخنه أو بتسقعه ده هو كل اللي بنعمله إن إحنا عندنا غلاف خارجي وفي السطح بتاعه والأرضية بتاعته بتمنع الحرارة من الانتقال من بره الجوا أو العكس حصل طب لو إحنا البيوت بتاعتنا وصلنا فيها لده حنتخلى عن 80% من أجلس التكييف اللي موجود عندنا طب نعمل إيه في الناس اللي ساكنة حاليا هي المشكلة زمان كانت الحطام بتتبني بحجر ده كان بيخلي الحرارة تنتقل من بره لجوه من 8 ل 12 ساعة يكون اليوم عدة والليل جه وبقى طراوة بالعكس الدنيا تبقى ساعة بالليل ده يخلوهم شوية دفع زي سيوة يعني حتى سيوة نوع التوب المستخدم من درجة الحرارة هناك في مناسبة ده أنا هكلم في سيوة صعبة جدا هكلم في البيوت الطين المصري حسن فتحي هكلم في كل بيوت القاهرة الأديمة لغاية الأربعينات والستينات اللي كان بتستعمل فيها الحوايط الحاملة طب ده تطور مع المنتجات الجديدة حجر اللي هو حجر إيه؟ حجر الجيري اللي بنبدو بيه البيوت القديمة كلها اللي موجودة في مصر كلها وعلى فكرة حتى اللحظة اللي احنا عاديم فيها عدد البيوت دي أكبر لأن هي مصر القديمة صحيح اللي من أول الأزل لغاية سنة أربعين وسنة خمسين اللي ما عملنا عن بيوت الطوب الأحمر هو المشكلة؟ لا الطوب الأحمر كان كويس بس هو اختفى دلوقت دلوقت في الطوب الطفلي طوب الأسمنتي الجديد والطوب الأحمر أقل عزلا من الحجر الحرارة بدل ما تنتقل في ثمان ساعات بقت تنتقل في أربع ساعات طب بعد كده الطوب الأحمر ده كنا بنعمل حيطانة الخارجية طوبة خمسة وعشرين سنة دلوقت الحاجات التجارية والحاجات السريعة بقت نص طوبة اتناشر سنة فبقت الحرارة بتعدي من الحيطة دي هوى في ربع ساعة في نص ساعة لو طوبة كويسة في ساعة فتخيل بقى حضك إنه واحد قعد جوال بيت بتاعه حيز الحرارة الحيوية اللي إنا كان بنا قدمين من اتنين وعشرين لستة وعشرين دي الدرجات الإنسان فيها يشتغل كويس جدا ويقدر يتحمل لغاية تمانية وعشرين وثلاثين بسهولة طب هو بيتعرض لإيه إن الخمسة واربعين اللي بره بتدخله في نص ساعة طب نتعامل معها إزاي نفكر في الفكرة الأساسية إزاي نعزل الحطام من الداخل جيدا علشان تدينا مكان جوه نعرف نعيش فيه طريقة جميلة إيه الأفكار اللي ممكن نعملها في بيوتنا ممكن أو الحيطان الخارجية المعرضة للشمس يعني ما يعملش ده في الوجه البحري ملوش أي قيمة ولكن حيحسن الوجهات اللي بتضرب فيها الشمس لو جلدنا الحيطان دي كلها بعلفات يعني عملنا شاسيهات كده خشب رفايع وسبنا هوا 2 سنطي فقط أو 3 سنطي وجلدناها بجيبسون بورد ألواح جيبسون بورد ده حيبقى عزل رائع كأنك حاولت الشقة زي الكولمان بالضبط ودي تكلفة مش عالية قوي لأنها تبقى الحيطان الخارجية فقط متجوه الشقة ماليش دعو برشة عشان ما شويهش بره بالضبط طبعا الحاجات اللي مش متشطابة من بره دي بتدخل عزل أكتر ترجمة نانسي قنقر